السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلوه وسلم وبركاته يا سيدنا محمد والعليه وصحبه اجمعين صباح الخير والسعادة على كل ما تابعيني صباح التفاؤل صباح السعادة صباح البركة عليكم كل ما تابعيني النهاردة يوم جديد وروتين جديد روتين جديد طبعا وامل جديد دايما عندنا امل يعني ان شاء الله امل في بقرة دايما نكون في تفاؤل زي ربنا ما قالك تفاؤلوا بالخير تجدوه واحنا ان شاء الله دايما متفاؤلين بالخير يعني نقول الدعاء بتاعنا اللهم صب علينا قيرا صبا ولا تجعل عيشانا كدا امين يا رب العالمين اللهم ادلوا لصالح الامل والاخلاق لا يهدوا لصالحها الا انت واصرف عني سياها لا يصرف سياها الا انت بس اجي معا كل سنة نقول لكم الاول كل سنة وانت الطيبين سنة عدت بقى سنة الفين اتنين وعشرين بكل ما فيها طبعا بكل وقاحة بكل ما فيها كل حاجة حلوة فيها كل حاجة وحشة وجي علينا بقى سنة الفين تلاتة وعشرين يا رب بقى يكعلها سنة سنة سعيدة يا رب علينا وعليكم سنة يا رب تيجي بالفرح يا رب وشفاء لكل مريض يا رب يشوف كل بريض وتهل علينا كده يا رب بالطمئنن يا رب والسعادة رب نرفع علينا البلاء والوباء يا رب يا رب ودخل علينا بالفرح والسعادة يا رب امين يا رب العالمين سنة سعيدة عليكم رب نجي على سنة خير وبرك علينا وعليكم يا رب العالمين وكل سنة وانت طيبين بص بقى انا الحتة ده زي ما قلت لكم ان انا هنعملها كده فجل وجير جير زي ما قلت لكم انا كنت عاملة قبل كده بس بصراحة يا بلطت يعني مني لانا ما قلتش بالراحة بصراحة كان ولادي بتدوس عليها وكده ولاد اخنا بتدوس عليها وكده وبلطوها يعني فانا مساكتها تاني كده عملتها كده بالفاس كده تاني ورش رشتها كده فجل وجير جير يعني بس بصراحة ايه انا قلت مش هنتقل عشان ايه ما اعملش زي المرة اللي فاتت يعني رش رشتها كده وغلغلت وكده جيه والتراب يعني تمام جبت بقى اما يا كده وقلت اللي انا ايه انا رشها وطبعا الحتة التانية اللي هي مرة دات اللي انا زرحتها بصل يعني كنت انا جيبها شتلت بصل وبقالها اسبوع وكده فقلت ان انا ايه نشتلها شتلتها بقى وهينا بقى عملت الفجل والجير جير طبعا هتقولي لعشان رمضان ان شاء الله كل سنة انت طيبين يعني بس احنا لسه قدامنا شهرين ولا حاجة هنكون انا برضه عملتها تاني ونزرعها تاني معانا باذن الله يعني عشان رمضان ايه كون عندنا حاجة خضرية يعني هنا بقى هنكبت على الفجل والجير جير كده مية هنروح وبقى نكنيسه الحتة بقى اللي عند الفرون ديت عشان ايه تبقى مضيفة يعني خلصتها كده ولقيتها بقى هنا كلها اشي كده ومش نضيفة طبعا انا انا كنت مبلطة الناحة التانية زي ما انتم شايفينها اللي هي الجنب اللي غورة دي والحتة ديت بقى في الجنب كده اللي انا عملت في الفرن ربنا يا رب يوسحها على بابا يا رب كمان وكمان زي ما موسحها علينا بصراحة يعني عامل الحتة دي مش عاملها يعني مخصوص لي يعني هو موسحها حولان البيت كده يعني حولان بيتي يعني يبني اوسحها لازم اوسحها علينا يعني قلت بقى ان انا كده الكنيسة لان انا ساعت كده بقى جيب حصيرة بصراحة ايه وافرش فيها كده حصيرة ونعود يعني ناسا لو هنعمل محشي ولا حاجة نعمل هنا محشي لو هننعود انا ولادي شوية لزاكرهم بس بصراحة ايه لما بنلاقي جاوسعها وكده بطلع يعني انا انا النهاردة بعد ما خلصت كده اه عملت محشي ان شاء الله يعني انا هنعمل معكم برضو فيديو تاني اه قلت عشان الفيديو ما تقولش عليكم يعني عملت في الفرن الفلاحي بقى كان اه عملت في كده المحشي يعني انا قليت فوق وعملت كل حاجة فوق وانزلت بقى تحت هنا حشيتي يعني حشيتي وطيبت في الفرن تحت اه قل الحمد لله يا اياه ارحمكم الله قل اه قلت لك ارحمكم الله تقول اه غفر الله غفر الله ايه ولكم اه خلصت بقى كده كنيسه وعدت بقى عبك ها شايفين بقى ايات بصراحة يا ربنا يا رب يدي يعني اه قعدت بقى في اه لميت كده الزبالة طبعا والكرومب برده انا رشيته بس انا بصراحة خفت ان انا الفيديو يطول عليكم قلت بقى لاشي عندكو شايفين بقى الشمس كانت طالعة طبعا احنا كنا الصبح بدري اه وكانت الشمس طالعة حلوة كده والله بس بعدها بقى انا خلصت من هنا اه وانا بعمل المحشي لقيت الجو قلب يعني بصراحة الجو كان قلب يعني طبعا احنا في الشتاء اه مش على طول الشمس يعني قدت بقى الشكارة كده وطلعت بقى قدام البيت كمان نكنسه لان برضه وولادة ما شاء الله زي ما انت شايفين كده الاشيينة برضه طير وكانوا جايبون قصب كنت انا بقى جيب رمله وبقى جيب اسمنته كده من المحجر واحنا ماشيين في الطريق كده كان في واحد بيباع قصب فولادة قالولي يا ماما كان قدم معاي وقال لي يا ماما انا عايز قصب جيبتوله قصب والله فقعدوا بقى يمصوا قدام الباب كده وانا بصراحة ما كنت الشينة ما كنت عند ماما وكده فجيت لقيتهم جيت لقيتهم مصين كده قدام البيت ومبعدلونه زي ما انت شايفينه جيت بقى ايه قلت ان نكنس بقى قدام البيت بدل ما هو عامل كده نكنسه بالمرة وكمان فكنسته بقى هو كمان قلت يعني بالمرة انه هنكنس بقى جنب البيت من نحا التاني وهنا مانعمش كان هنا بقى في طوب كمان في الارض رفحت الطوب فوق على الطوب التاني ابصهم القصب قالوا انت شايفين البوز القصب وادم ايات بقى مسك العجلة اللي هي محيراه طبعا العجلة ده ما فقاش كوتشات كوتشات هبايزة فمحير نفسه بقى ومحيرنا الله ان شاء الله ربنا تفرج يعني ونعملها لو باذن الله قاعدت بقى كناست كده قدام البيت ابص اجيما اقول الله العظيم ايه بيبقى الجو تالج يعني انتوا بتبسق عين اقول ما تقوم تشتغل تلاقي نفسك جسمك دفع يعني اعط Jiه brake ابدأ بقى في فلاحين بيقولهم مشار hintereb سابونه جتة يعني انا منذ عجلة تعملي هتلاقي نفسك دفعط له樂 وقاء الله عندما تليس كذارك قعدت بقى عبيت طبعا كم فيه بقى هنا عصيان كده لازم نكسر العصيان دي الاول. وهنا بقى لاتحطت بلاطة اولت لرميها. انا خلصت الشغل كله كنا ليس سبعة ساعة تمانية. رحت فتر بابا وماما اللي يدهم الصحة. وجيت بقى عملت قوسة محشي قوسة وبدنجين. وشوية سالقة كده يعني. هنا بقى كان عندي هنا الخشبتين دول قلت نحطهم كده في الجنب لان اولاده كله شوية وروح يكسروا اللي في القرون باللي انا زرعاه. فقلت ان انا نحط الخشبتين دول هنا كده. منعدي لبهم الحتة دي عشان ايه ما عدوش كله شوية يعني. حطيت بقى الاتنين كده جنب وبعد. وان شاء الله برضو في برضو عندي كم واحدة برضو نحطهم الجنب التاني. شايفين بقى الفرون اللي عملتولي حتة جنب وكده عشان لما نجي نقبز نحط فيها يعني الرؤاء او العيش اللي انا هنطلعه كده معشان ما نطلعوش في الارض في الطراب. لو دي بقى شجرة خروع كده حاجة اسمها خروع عندنا لقيتها. كنت بقى عديلها يعني. وهنا بقى كنت راش راشت قدام البيت وده بقى الفيديو بتاعنا. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك. والكومنت بقى الحلو اللي زي وك اللي بيشجعني. لان بصراحة انا بتشجع بكمنتاتكم الحلو اللي بتشجعني دي بصراحة. آآ يعني بتديني طاقة كده جبية يعني. وده بقى الفيديو بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.